سمعين? البروتين لايقى الباردا. طيب تعالوا نشوف اه اه الخضروات والفاكل مرشوشة ابن مبيدات. دلوقتي بنقول اه مرشوشة ابن مبيدات وكذا وكذا. يكفيني ان انا اشطفها بالماء البارد واحط عليها ايه شوية ايه? خلق او كاربوناتو. واخسلها بسرعة. ما تسيبهاش ساعتين تلاتة. ما تسيبهاش منليل الصوم. ما تسيبهاش منقوع. وايه للمواد السمة هتخش جوها الانسجة خلاص. طيب ايه تاني? استخدام الماء المغلية. دلوقتي يا جماعة اغلب الناس تبقى ماشية بالشوارع كل واحد ماشي معها ازازة. ازازة ايه دي عم ماء معدنية. الماء معدنية مولووسة اكتر من الماء بتاع الحنفية. يا جماعة انتم مجانين كده. احنا لما بنشرب مية بنشرب مية مية مغلية. يعني مية مغلية. انا باغل المية. ليه? هطلع منها الرصاص والكلور وكل للمواد السمة اللي فيها. ما ينفعش اقول لي مية فلتر. الفلتر ما بيشيلش كلور. الفلتر ما بيشيلش فيروسات او باكترية. الفلتر ما بيشيلش المراكبات السمة. الفلتر بيشيل شهاية ت olduğوب. الشهاية التراب دو لو دخلوا مع الماء مش هاملوا لي حاجة. يبقى انا باغل المية له? باغل الماء عشان اقتل فيها باكتيريا فيروسات. بحاول منها الماء العسر الى ماء يسر. اه? باغل الماء عشان اترض الكلور. الكلور لا يطلق قبل دقيقتين تلاتة. يعني ايه? يعني انا باغلي مية عشان اعمل شاية او قهوة. بسيب المية تغلي دقيقتين تلاتة. مش اول ما تغلي انزلها ما ينفعش. بسيب المية تغلي دقيقتين تلاتش طالع الكلور والرصاص والمهود السمة. يا جماعة اسمع كويس. الناس اللي دايما عندها مغص ما ما بترعيش كلام ده. طب انا عايز مية اطبخ بيها. تغلي المية. خلي بالك معايا تغلي المية جنبك. وبعدين تزود ديها الطبيخ اللي انت عاوز. يبقى لازم تأكد المية ايه? غلي. سامع? يبقى لازم استخدم المية المغلية. حتى لو انا عايز اشرب باستخدم المية اغليها. طلعت الكولور والرصاص. وقترت الميكروبات واسبتها في ازايز جنبي اللي انا عايز اشرب مية ساعة. يبقى انا تأكدت ان المية بتاعت المية مصبوط. كلام جميل. بالنسبة للقلة. القلة ربنا عمل فيها مرشحات طبيعية. وعمل فيها نوع من آآ الاضمصاص اللي هو بياخد منها المواد السامع على جنب. وازا كانت الكولور والرصاص اللي فيها اقل شوية من التانية. لكن زي ما بقولك. انا حتى لو عاوز استخدم القلة. باغلل ما احطها في القلة. ماشي? طيب. بعد كده عندنا استخدام الفواكه والخدرات في زروة نظارتها. وفرزها جيدة. احنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا وعمل اسواق. والدني كلها فيها خير. ربنا قال انظروا الى سامري اذا اسمر. انا فلاح. ببقى فرحان قوي والزرع بتاعي بيسمر. عشان ربنا اداني نتيجة شغلي. لكن انا كمان كمواطن عادي. قادر عدي على الاسواق. اشوف الفلفل الاحمر والاصفر والتفاح والبرتقان والطماطم. وبرضو انظروا الى سامري اذا اسمر. وهذا سمر حديث وعهد بربه. يعني ايه حديث وعهد يعني لسه السمر دي مأطوفة. استمتع بالخضر والفاكهة الطازجة. فيه ناس بيجيب ده الكلام ده وتحطه في التلاجات. انا قلت لك ان فيه برتقانة. فيه احد العلماء. جاب برتقانة من عشجرة غسلها. وعصارها وعين فيها الفيتامين سي طلع خمسة وعشرين ميلي جرام. ايه راح سوبر ماركت وجاب برتقانة جميلة ملفوفها في كيس وعصارها. لا الفيتامين بتاع خمسة ميلي جرام. خمسة وعشرين ميلي لخمسة ميلي. شوف الفرقة دي ايه? ازا انا عندي بيحصل للاكل دي ناتيوريشن. بلاطايا الاول زي بتطير. ها? اه بيحصل دي ناتيوريشن. عندك البسلة مسلا. وهي لسه مأطوعة دوقت لها مسكرة. سيب البسلة يومين تلاتة ازوع في التلاجة طلعت لها بتتحولك. فلا انا عايز اقولك عليه? استخدم الخضروات والفواكه في زروة نظاراتها. وده يقول للستات والرجالة من فضلكم انزلوا السوق. وقالوا ما لهذا الرسول يأكله الطعام ويمشي في الاسواق. لو سمح. امشي بالسوق وانزل الى السمار. وقل سبحان الله. قول سبحان الذي خلق هذا. انزلوا الى سماريزة اسمر وينعي. ربنا سبحانه وتعليزك تنظر وتقول يا رب ايه الجمال انت خلا تقولي ده يا رب. ايه الفواكه والخضرات الجميلة دي? فمش عاوزك بقى تجيب تحجز بالشهر وبالشهر. انت ما تكسحتش لسه. انت ما تكسحتش. فالستة المحترمة تنزل كل يوم تشترخ دار نص كيلو كيلو على قدها. والسلطة تبقى طازجة. والخضر طازج. انت تجيب الكوسة او القرع اول ما بتجيبه مسكر عسل تسيبه في التلاجة يومين ثلاثة اسبوع تليه طعم واحد. كل الخضر والفواكه كده. والخضروات الورقية ازا زابلت لا تقل. والخضروات الورقية الخضرة سبانخ ملوخية خبزة سلق مش عارف ايه. دي لو طلعت من التلاجة والسخنت ورجعت وبعدين طلعت السخنت ورجعت. اتا حاولت الى مادة سامة. بتعمل مغس فظيع. اتفقنا? ايه اللي بعد كده? اللي بعد كده بنقول لا تستخدم الزيوت في القلية اكتر من ايه? من مرة. يعني انا دلوقتي عايز اقلي بطاطس. عايز اقلي بدين. كان عايز اقلي سمك اي حاجة عندي. فبجيب الطاصة بتاعتي وحط فيها كمية عد الكمية اللي انا اعملها. خلصت الكمية بتاعتي على اخر نقطة زيت شكرا. لكن انا هجيب الزيت والزيت غالي جدا دلوقتي. يعني صف الله العظيم. اه يعني مش عايز اقول ازاست الزيت وامو تلاتين بقت بمية وعشرين يعني ضعفت اربع مرات. فانا هجيب ازاست زيت كيلو احطها واقلي بها سمكتين. وبعدين استخسر ارمي الزيت. فاسيب الزيت وبعدين اطلعوا تاجوائلي فيه. وبعدين استخسر ارمي والي. كده الزيت بقى مادة سمة. الزيت بقى مادة سمة. وانتوا عارفين الزيت تتكون فيها مواد سمة تعمل مغص رهيب. يبقى الناس جايبة طعمية ولا جايبة بطاطس من عند بتاع الفول. وبتقطع في مصارينا. ده ده قرص طعمية. ده ده حطتين بطاطس. فليه? لان الزيت ازا الافيه اكتر من مرة بيتحول الى مادة سمة. الكلام اللي بقوله ده غالي اوي. غالي اوي. بيترجموه في كل بلاد العالم والله. كل بلاد العالم بترجم الكلام بتاعنا ده. طي. مهم جدا الساندوتشات بقى. الساندوتشات عندنا كارسة اسمها الساندوتشات. كارسة الساندوتشات المفروض الساندوتش بيتعمل وانت واقف وتاكله. يعني انا نزلت عند راجل بتاع المطعم قلت له لو سمحت. سخن لي طعمية فريش وسخن شوية بطاطس وهذه الساندوتشين. جاب لي الساندوتشين سخنين جنبه. جميل جميل ما حصل ليش حاجة ابدا. هات الساندوتشات من عنده بقى وعد وبعد ساعة ساعتين كل المغز اشتغل. خلي بالك معي. يبقى ازان الساندوتش وهو طازج ما بيعاملش مشكلة. طب ده كارسة الساندوتشات دي عند كل التلاميذ والاطفال في المدارس. الام ساعات بتعمل الساندوتش من بالليل عشان تبقى الصبح ما تشغلش بالا. دي ام مجنونة رسم. وفي واحدة تانية بتعمل الساندوتشات الصبح الساعة ستة. طيب. الولاد بيروحوا المدرسة الساعة ستة سبعة الصبح. وعلى بال ما ياكل الساندوتش تبقى الساعة اتناشر واحدة. وساعات بيرجعوا من المدرسة ما كانوش الساندوتشات. طيب مين يدفع لها? يا اما الام تقولهم هتاكلوا الساندوتشات يا اما هي اللي تاكلها. الساندوتشات دي بعد ما مروره ساعتين تلاتة اربعة بقت تكسك بقت ضرة. الله. اما اللي انا اعمل الساندوتش ازاي? انا بسيب الساندوتشات فاضية. عيش بتاعي او الفينو بتاعي. ها او الخبز. بسيبه فاضي. ومعايا البوكس بتاعي. وفي بيضة في حتة الجبنة حتة حلاوة في اي حاجة. بقوله لو سمحت لما تيجي تاكل. لما تيجي تاكل. ابقى افتح الساندوتش وحط فيه الحاجة وسمي الله كله. لكن ما قدرش عجن الساندوتش فوله طعمية وصلطة وخيار واه واه واه. يبقى عجن كله ببعضه. والولد حط الشنطة وقعد عليها وساندوتشات كلها ببطاطة والاخر تقوله كله ساندوتش. يبقى ازا الساندوتشات ممكن تتحول الى مادة ضارة. شفت بقى ازاي? يبقى الساندوتش فلسفته ان يتاكل في الحال. الساندوتش ايا كان. فراخ لحمة. مش عارف ايه. بطاطس. الساندوتش يوكل في الحال. سبته ساعتين ثلاثة اتعجن. عملت الساندوتش من بالليل الصبح باز الساندوتش. واضح الكلام? يا رب يكون كلامنا واضح.